السلام عليكم حكينا في الحلقة الماضية عن مفاهيم خاطئة عن التعافي وكيف أن التعافي مش هو توقف برك وإنما تغيير كامل في نمط الحياة اليوم بإذن الله رح نشوفه وش هو النمط الحياة الجديد اللي رح يساعدنا على التعافي أولا محتاجين نعرفه أن الإدمان بحد ذاته هو نوع من الانفصال المدمن الحب ينفصل عن مشاعر القلق والحزن والعجز وقلة الحيلة هذيك اللي عايشها وماذا به ينساها فيروح للإدمان وهذا يخليه كما قلنا ينعزل أكتر محاولة أنه يخبي إدمانه ولا بيقعد معه وقت أكتر لأنه هذيك هي برك المتعاتعه فيزيد ينفصل أكتر عن أهله ويشعر بالعزلة وأنه مش مرحب به في المجتمع وكأنه منبوث ويروح للإدمان كحل روحاني نسيف كلش لهذا لو حبينا نعالجه الإدمان لازم نلعب على هذه الثلاث أوطار الحساسة علاقتك بنفسك وبرب سبحانه وبالآخر وهذه هي أركان التعافي مش مجرد أنك تتوقف برك وحياتك مخلية لأنك رح ترجع ترجع أول ركن وهي علاقتك بنفسك اللي فيها البعد العاطفي النفسي والبعد الجسماني المادي نبدأوا بالعاطفي تتذكر لما قلنا أنه من أكتر الأشياء اللي تخلينا نهربه للإدمان هي هالت هانجري هانجري لونلي تايرد إذا كان الواحد ما عندوش مهارات للتعامل مع هاد المشاعر وبقى دايما موجودة رح يبقى يهرب للإدمان لو مثلا انت مش متقبل لذاتك دائما في مقارنات مع الآخرين وهذه تحدث بلا وعي حتى وانت تتصفح وسائل التواصل وشفت فلان سافر للبلاد مليحة ولا قادي تفرج فلا كوب دي موند ولا اللبسها اللي لابسها كيفاه وتجيك هذيك مشاعر الاستياء من حالك ومشاعر العجز وقلة الحيلة من تغيير الواقع فتلقى روحك غضبان بلا سبة ولكن هاو السبب قدامك وما تصالح نفسك بهذا المشاعر تخليها تغلي من الداخل فيجي الإدمان يقول لك أرواح عندي شكون يقلقك أرواح برك عندي أنا ننسيك في الدنيا كامل وتستسلم للإدمان لو مثلا انت عندك مهمات لازم تنجزها عندك امتحان ولا غرفتك مفرزعة ما لقيت حتى لي كورتاعك ومكش مراجع جيك هذيك مشاعر الاستياء نتيجة لتراكم المهام المؤجلة انت قادر تديرها ولكنك تهرب للإدمان بها تنساها مثلا حبيت اليوم تخرج مع صحابك وتلغات هذه الرحلة لأي سبب فتبدأ تحس بالملل تروح للإدمان وبالتالي التعافي هنا أنك تتعلم كيف تدير هذه المشاعر ربما أول مرة رح تعود تنتبه لمشاعرك وش قاعد يدور الداخل أنا الآن غيرت من هذا الشخص أنا الآن حس بالوحدة فتجيب ورقة وقلم وتنفس عن مشاعرك كاملة الناس تحقر هاد الحوايج ولكن جرب وشوف كيف فعلا لما تفرخ على ورقة وتفهم روحك أتولي ما تهربش للإدمان إذا صرى مثلا موقف بيني وبين زميلي في العمل ومحتاج أن يلزم نعيط وبهن فرزوها مهارة حل المشكلات مهارة مهمة جدا بدل الهروب تتعلم مثلا كيف تحسن مزاجك بلا ما تروح للإدمان كيف تنفس عن غضبك بطرق صحية كيف تتقبل لذاتك وما تقارنها بحتى واحد هذا كله تعافي أنك ترتب غرفتك تعافي تدير مسؤوليات لي عندك هذا يوم تعافي لأنه هذا كله رح يدرب عندك عضلة الإرادة أنك تدير حوايج الصعبة مش لأنك حاب تديرها بل لأنك لازم تديرها حتى لو ما عندكش نفس تتذكر أنه من سمات الشخصية المضمنة الرغبة هديك في الإشباع الفوري متعبرك بدون آلم صدقني هذه اللحظات هي أهم من مقاومتك للرغبة هديك ثاني اهتمامك بنفسك هو من ناحية الجسمانية لأنك جسد وروح والجسد عنده احتياجاتك لماذا أخي يتحلق في روحه ويتحلق في سنتيماتيه ويستطيع تدوليس ويستطيع حوايج ويستطيع تأثر عليها ويستطيع تعاوني لكي نحبس أو العلم الذي يقول لك لو لم أخذتش مثلا قسط كافي من النوم لو تنام أقل من 6 ساعات ولا تصعر كثير الجزء الأمامي من الدماغ لفرونتال كورتكس يكون غير ناشط وغير قادر على أذاء وظيفته تشفي على الـ desire circle والcontrol circle هذا الجزء الأمامي كي يكون ناشط ما يخليش القردة هديك يسرق منه زمام القيادة قلة النوم تخليه مش ناشط وبالتالي ما تعرفش تقاوم زيد مثلا التدريبات المنتظمة ولو لعشر دقائق يوميا تخلي منطقة الـ prefrontal الأمامية أكبر وأكثر كثافة واتصال وهذا يخليك تستعمل الطاقة بشكل جيد وتعرف تقاوم لأن الدماغ هو أكبر عضو يستعمل الطاقة الأكل الثاني القوى أنه الارتفاع الكبير في مستوى السكر في الدم نتيجة أنك تاكل مش صحي قاط وجو وقازوز وفاستفود والتي تعقبها انخفاضات كبيرة في السكر عندك فتفسد كيفية استخدام دماغك للطاقة فالطاقة ترتفع بعد يصبح انخفاض كبير لهذا ينصح دايما بنظام صحي يحافظ على مستوى معتدل تسكر في الدم فلازم تدخل في نظام حياة جديد وتهتم بنفسك أكثر وصدقني عن تجربة كي تاكل صحي اك رح تلقى الكور تاعك خفيف بعد فتحب تتحرك تدير سبور مبعد تلقى رحك غلبت تلمون درت مجهود بدني وحدك وحدك رح ترقود بكري وهي سلسلة حاجة جر أختها ففي كل مرة انت تاكل مش صحي تحبص الرياضة تصهر بزاف ومتاخدش مثلا 6-7 سواع تاعك من النوم اعرف بلي اك مكش رح تعرف تقاوم وديجا اك بديت اليوم تاعك خاصر واحد زيره ضد الإدمان قبل ما يبدأ لماتش ثاني ركن هو علاقتك بالآخرين بالناس يكذب عليك ليقولك انه انا انت عافى وحدي لانه طول ما مشاعر الوحدة هذيك موجودة رح تدفعك دفع للإدمان هنا تجينا فكرة رفيق التعافي شخص ولا مجموعة انت ممكن تعترف قدامه بضعفك وانك مش قادر تحكي له قصتك شخص متفهم انك مريض مش فاسد ويساعدك على الإقلاع لانه جزء كبير من المشكلة هو انك هاز حمل كبير على كتافك ومش قادر تتكلم ومن هنا جد فكرة مجموعات التعافي بداية كانوا واحد زوج أصخاص في أمريكا مضمنين على الكحول وبدأوا هكا يعاونوا بعضاهم من بعد بدأت تكبر المجموعة وصارت زمالات المضمنين المجهولين منتشرة في كافة انحاء العالم ويديروا اجتماعات وكانت عندها نتائج جيدة جدا لفات تلقى عندك ناس زيك حسيد نفس المشاعر تالعجز وكل واحد يحكي تجربته وتستفيده من بعضاكم كيف ما ادرك انا لازم نروح لجماعة المركز هذا كهتا الإدمان ولا ما تفرزش شوف انت ممكن تتعافى بدون معالج لكن مش بدون رفيق صعب جدا فنشوفوا مثلا مجموعات التعافي هذي تلقى فيها كل أنواع الإدمان مجموعة تاعد تدخين ومجموعة تاعد الإباحية ومجموعة مثلا للنس حابين يديروا الضايت وهذي اللي يعملها فريق واعي لمكافحة الإباحية في الوطن العربي عملوا مجموعات تتعافي للذكور وحدهم وللإناث وحدهم في التليجرام فيها آلاف الناس اللي حابة تتعافى وتشوف مقدار كفاهة الواحد يحكي على تجربته براحة خلاه والناس تشجعوا ويستفيدوا من بعضهم جو فعلا مناسب للتعافي ولا على الأقل يعني تشوف صديق ولا شخص تثق فيه وتديروا رفيق تعافي لما تضعف تعيط له آه هو الرقم الأخضر تاعك رح يحسك بالتعاطف وأنك مش وحدك ضد وحش الإدمان يقول لك والله هني مع ذلك هيا نخرجوه شوية شوف القوي هو ليعرف يطلب المساعدة في الوقت الصح فحاول على جد ما تقدر أنك ما تنعزلش التعافي لا يتم في غرفة منعزلة أخرج للعالم وحاول تتصل مع الناس خاصة عائلتك وأكيد لازم تبعد على الصحاب اللي يفكروك بالعملين الإدماني وهذا جزء كبير من التعافي الركن الثالث وهو الأهم علاقتك بربي سبحانه لو تسقسي أي مدمن سابق وتقوله كيف تحررت من إدمانك يقولك ما أدري اللحظة هذيك اللي خلالها بطلت فيها كانت معجزة أنا صار لسنين نحاول نبطل لكن في لحظة ربي سبحانه انتشلني منها شو الأنا إرادتي ماكسيموم هي ستين فولت لكن الإدمان محتاج ستين فولت كيف ممكن نلحقها؟ ربي سبحانه التعافي هو أكثر رحلة رح تعرفك على ربي سبحانه ومدده وعينيتك وعينيته بيك ورح تتعلم تلجأ له وتتضرع لأنه الإدمان وشي هو هو عطب روحي أنا جوعان عاطفين لقوة عظمى أخضع لها شعور بالخواء ولفراغ روحي لما أنا رح للإدمان روح لي حتى يسكن عندي هذا الخواء واللي هو القوة لنخضع علىه وهذا اللي قال عليها ربي سبحانه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هو النفس ممكن يقولي إله لأنه الإنسان بغريزته لازم يسلم نفسه لحاجة أكثر منه لكنه لما ما يقربش الرب سبحانه رح يعود يشوف الإدمان هو إله أما التعافي هو التغيير لفكرة شكون هو مركز حياتي اللي نلجأ له عند الشدائد المشكلة أنه إحنا ساعات تكون عنا تصورات معطوبة على ربي سبحانه وتخلينا ما نعرفوش نقربوله ولا نلجئوله أول تصور هو تصور الإله المعاقب وكأنه ربي سبحانه قاعد مترصد لي وكتهبرك نغلط حتى يعاقبني ويروح اختزال دور الإله في دور مثلا الأب هداك اللي غايب خلاه مش متواجد لكن وقت ما تغلط يكون عندك بعد هي ممكن تجربة أنت عديت بيها ولكن ما فيش زي ربي سبحانه اللي يتقبلك بضعفك وخلى اليأس من رحمته سبحانه من صفات الكافرين فالجأ ربي سبحانه وتوب ليه ما تخافش رح يقبلك بضعفك ويغفرلك ثاني تصور خاطئ هو الإله المنفصل أنه الله سبحانه وتعالى اللي خلق الكون وخلقهم على بلوش بيك خلال أنت مجرد ذرة في هذا الكون تعاني من الإدمان ولا قاعد تدعي هو أصلا مش سامع بيك أصلا تصور ممكن عند شخص عانى مثلا من الإهمال النفسي ولا أب مهمل لا مبالي ولا أستاذ في قسم هو رافع يده لكنه هو ما شايفه آه هذاك هو الأستاذ لكن ربي سبحانه النملة تحت الصخرة في الليل يشوفها ويسمع نداءها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها فما بالك محاولاتك بالتعافي ودعائك وتضرعك وهو معكم أينما كنتم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ربي سبحانه أو معاك وصدقني هذه رح تحسها وانت في رمضان في العشرة الأواخر قيام الليل وانت تدعيها أنه يفرج عليك بس هوا كين كفارة خواه يدخلوا في الإدمان ويخرجوا منه وإحنا بك المسلمين كتا عارف نحبوا ندخلوا كلش في الديانة شوف الجانب الروحي أو موجود في معظم خطط التعافي زي مثلا الخطوات الاثنى عشر للتعافي المشهورة في كافة أنحاء العالم حتى أن الخطوة الثانية تحهم تقول أنه توصلنا إلى الإيمان أنه هناك قوة عظيمة يمكن أن تعيدنا إلى الصواب لأنه الإنسان بلا ربي سبحانه يفقد الأمل لأنه جرب عشرين مرة وفشل لكن اللي يقول كن فيكون إذا كان معايا إذا مدني بقوته أكيد رح نتعافى وانت تاني متفكر السيمات على الشخصية المضمنة الرغبة في السيطرة والتحكم بكل شيء لكن لما أنت تقرر بالربي سبحانه وتعترف بضعفك وتسلم أمرك لربي أنه يا ربي أنا ضعيف أنت شلني يا ربي لا حول ولا قوة لي إلا بك هنا رح يزيد إيمانك لما تحس أنه ربي سبحانه معاك وهذا اللي خلص صحابة في اللحظة اللي تنزلت فيها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسوا من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفليحون سالت أوضية المدينة بالخمر بعد ما كانوا يشربوه كيمة الماء حتى كانوا الخمر يتغزلوا بها شكون اللي أعطاهم هذه القوة ربي سبحانه الحلقة الجاية إن شاء الله رح نحكيه على التأسيس للتعافي وش هما المبادئ الأساسية في التعافي صحف توركم سلام عليكم